كل ما أشتري كورس أحس نفسي منجز ليش؟ لأن أتخيل نفسي في المستقبل راح أسوي نفسي إلا في الكورس هالشعور خلاني أشتري كم كورس تتوقع في يوديمي عشرين؟ تلاتين؟ ألماست مائتين وخمسة عشر كورس أبداً أبداً كم واحد منهم عن جدة حضرته؟ عشرة في مشكلة معناها يسعد أوادكم جميعاً وأهلاً وسهلاً فيكم ضمن كريتيكال توك كالعادة أنا هشامبرو ومعي الضيف مميز جديد هو مونير الزاكي كيفك مونير؟ أهلاً وسهلاً حمد الله كيف هو مركب كله بأفضل ما يكون وكمان معنا خلف الكواليس عم يسمعونا ورح يكونوا عم يشاركونا النقاش إن الأشخاص اللي عم يدعمونا على الباتريون على كافي أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً وللي عم يتابعنا للمرة الأولى كريتيكال توك هي بودكاست نتناقش فيها بالقضايا الفنية وتحديات العملية الإبداعية بتواجه الفنانين وهي الحلقة تمت بالتعاون مع بودلاينز طبعاً موضوعنا للحلقة اليوم بصراحة هو شيء أنا كان عندي تجربة فيه بوقت من الأوقات وكتير متحمس لأنه نحكي فيه أنت مونير من فترة نشرت مجموعة تغريدات على حساب 3D بالعربي حكيت فيه عن شيء كتير حلو سميته أنت متلازمة الكورسات فرح نحكي أكتر عن هذا الموضوع وكمان مونير أنت عندك بودكاست فعندي كم سؤال ممكن نتناقش فيهم خلال الحلقة بس قبل للأشخاص اللي ما بيعرفوك مونير فيك تعرفنا أكتر عن حالك مين هو مونير ولا يعني هذا أحد من أكتر السيلة يعني أنا جاي من أسألها في البوركاست عندي بس لما أفكر فيها أنا ما أعرف كيف ممكن أتعاوبها تمام بدي أسألك لقدام عمليا أنه شو الفرع بين أنك تكون ضيف وبين أنك تكون مضيف عمليا فمضر فيك نتكلم فيه هذي شيء أوكي تفضل مين هو مونير طيب طيب خلنا يعني خلنا بحاول بحاول أن أختصر الموضوع في عدة نقاط طيب أنا اسمي مونير زاكي من السعودية أنا أساسا درست دراستي الجامعية تمريض آه حلو خرجت من التمريض تقريبا في 2015 بعدها اشتغلت في مستشفى خاص بعدها دخلت في برنامج يسمون عندني برنامج دراسات عليا أو برنامج تخصصي دخلت في تمريض القلب وصرت أخي يعني صرت أخصائي أخصائي تمريض القلب نعم في ذاك الوقت لما أنا كنت يعني في خلال الدراسة لأن كانت دراساتي عبارة عن نظري وعملي ففي خلال الفترة العملية صراحة يعني تعرف هذه اللي يسمونها الـ existential crisis أن توصل لمرحلة أنك الحياة ومعنى الحياة والوجودك بالحياة وشو معناه تماما أي بالضبط يعني هذا الشيء صراحة أنا كنت في ذاك الوقت كنت في العناية المركزة الجراحية اللي هو المرضى اللي نسوي لهم عملية قلب مفتوح لما يطلعون نوديهم له هذه العناية المركزة نعم فهناك كنت أشوف حالات وفاة كثير وهذا الشيء دفعني أن أنا أتساءل هالأسئلة خصوصا أننا أتكلم مع مرضى كثير يعني سواء مرضى كان وأنهم يحتضرون أو أنهم مرضى نجوا من هال عم يطاف اي فمن وقته تقريباً 2018 نهاية 2018 قررت أن أنا أصير فنان 3D بعدها سن اللي راحت في أبريل قررت أن أنا أبدأ البودكاست هذا اللي عندي سميته بودكاست مونير وكان الهدف منه أنه بحكم أنه 3D أي واحد يتعلم 3D يبي يدخل في عالم صناعة الألعاب أو الأفلام أو الدعايات ومن هالكلام بس المحتوى العربي كان فيه ضعيف فقررت أن أنا أسوي بودكاست حق الناس اللي مثلي أنا الناس اللي ضايع في هالمجال ومعارفوا وش تسوي ومنها بدأت صرت أتكلم مع ناس عندهم خبرة في هذا المجال يعني شوية توسعتها حين يعني هذا أعطيتك بالمختصر من هو أتمنى أن تكون كواية لا لا جدا عظيم جدا عظيم وبصراحة بتحس أنه دخلت بهذا المجال بوقت متأخر بمعنى أنه أو هل أنت بتفكر بهذه الطريقة أنه أنا دخلت بهذا المجال بوقت متأخر وكان لازم أبدأ فيه بأبكار يمكن أنا كان لازم أتخصص هذا الشيء من البداية ولما في هذا القلق عملية في البداية كان عندي هالقلق صراحة أنه أنا داخل متأخر وأنه خلاص صرت شايبة حين فات الأوان لأنه تعرف أنه فيه ناس كثيرة يعني على الأقل هذا محيطي أنا الناس اللي حولي أنك خلاص مجرد تخلص الجامعة كأنه كان حياتك نحطت على مسار خلاص ما المفروض أنك تطلع منه فأول ما بدأت حتى أنا لما كنت أتكلم مع الشباب اللوياء يعني الزملاء ونقول لهم أن أنا ناوي أننا نتعلم 3D وغير مجالي من التمريض ومن هالكلام الكل يعني حرفيا الكل كان يقول لي أن اللي قاعدت تسويه غلط يعني كان يقولون لي أن أنت يعني أخذي شيء على جنب يعني سويه وقت فراغك يعني بغض النظر عن الموضوع دائما يعني ما ما يحبطني أبدا كوي حلو فأمانة ثانية زي ما قلت لك أنه كان في البداية كان عندي هالقلق يعني كان هاجز بالنسبة لي نو دخلت متأخر وكنت يعني كنت عدل أيام خلنا أقول لك أيش سويت يعني وكنت استغرب يعني لدرزة أن أنا من كثر ما كنت شاي لهم الوقت رحت طباعة خمس كالندرات حق حق خمس سنوات أوكي طيب حق أشوف الوقت وهو يمر حق أستعجل ولكن أنا هذه بالنسبة لي أنك تشفت أن بعدين هو موضوع خطأ أساسا تمام خلقت ضغط لنفسك ما كان صحي إلى حد ما خلقت يعني ضغط جدا جدا عالي ما كان أبدا ما كان صحي يعني أنه أمانة هشام لما يعني أنا تكلمت مع ناس عمرها 18 15 19 20 25 24 الكل يفكر أنه داخل متأخر آه تماما بيغض النظر عن الأمر تماما بيغض النظر عن الأمر فعلا يعني هذه يعني بحكم أن أنا في قروبات في الفيسبوك في تويتر في كلام حق في 3D فيجوني ناس يتكلمون أنا جاني واحد عمره 17 سنة يقول لي أن أنا حاس أن أنا دخلت هالمجال متأخر أقول لي 17 سنة يعني شو أحكي أنا اللي عمري 29 سنة لك بالضبط بعدين كتشفت أن هذا الشعور عند الكل الكل يعتقد أنه داخل متأخر خاصة في المجالات الفنية يعني تمام تمام طيب بس ما بتصور أنه فيه هيك شي أي بمعنى أنه هل أصلا فيه هيك شي أو أنه ما رح تفرؤ بالنهاية أنا يعني من تجربة الشخصية على الأقل يعني لما خلنا أقول لك مرة من مرات في جروب واحد من جروبات الدسكورد كنت جروب 3D نعم على ذيك الأيام لما كنت أعتقد أن أنا داخل متأخر فكنت أتكلم يعني سألت الناس اللي هناك يعني هل أنا عمري 28 وحاس نفسي متأخر وسي كده فأذكر واحد من الشباب اللي كان موجودين جي أتكلم معي قال لي أنا زميلي عمره 54 سنة تو داخل السيديو عندنا جونيور يعني الرجال حرفيا تقاعد من شغله الرئيسي تمام وتعلم تعلم 3D ومنها كان ودخل معهم جونيور عمره 54 سنة تمام فيعني إذا أنا أعتبر نفسي متأخر هذا الـ 54 بأعتبر نفسه أيش يعني يعني ما لمعنى صار أمانة ما لمعنى يعني يعني هذا النقاش طويل ممكن أن واحد يدخل فأن هل الواحد يعيش اللحظة ويعيش المستقبل أو يعيش الماضي ومن هل كلام يعني تمام فيعني كجواب أقول يعني أنا بالنسبة لي حاليا وصلت إلى قناع أن هذا ما له أي معنى يا مية بالمية وأنا بوافقه بالموضوع وبالنسبة لي بظن أنه ليك كل ياتنا بهالحياة بحاجة أنه نمر بأمور لحتى نكون جاهزين لشيء اللي رح يجي لبعدين بمعنى إذا أنت بلشت بالـ 3D عمليا بوقت أنه أوكي أنا عمري 28 ساعة و 20 سنة هذا ما معنى أن أنت بلشت متأخر هذا معنى أنه هذا هو الوقت يلي أنت بحاجة أنك تبلش فيه كل شيء مريت فيه ومن قبل كان عم بجاهزك لحتى أنت لما توصل لهذه النقطة بحياتك تكون جاهز للشيء اللي بعده سواء من خلال التجارب اللي أنت مريت فيه الفهم استيعاب الزات قدرة التحمل بحد ذاتها ما كان أنت ممكن تقدر تتحمل هذا الشيء لو أنت بلشت بهذا الموضوع بعمر أقل ما عم بحكي عن منير وباس عم بحكي عن نحنا كله بشكل عام يعني الحياة بتحطك بطريق يعني ما بتحطك إدام شيء أنت منك قادر أنك تتحمله صح أتفق معك 100% بالنسبة لي يعني لما أتكلم مع شباب يعني لما أتكلم عن الشباب أجانب يعني تخرجوا من الثانوي وداخلين في مجال الفني على طول ما عندهم ذيك التجارب مثلا اللي عندي أنا مثلا في المستشفى وناس تموت وكيف يعني تجارب تعطيك تعطيك معنى أعمق في الحياة يعني يعني هذه التجارب ما تكون يعني كثير من هذه التجارب ما تكون موجودة عند ناس دخلوا على طول يعني في البودكاست يعني أكثر أكثر الشباب اللي تكلمت معهم نفس الشي يعني في واحد من الشباب اللي تكلمت إياه كان إذا ما كنت غلطان دارس هندسة طيران أو شيء زي كذا يسمونها فهذه التجارب هي صحية فعلا كلامك 100% نتفق معه فيه أنه ما في شيء يسمى متأخر في شيء يسمى الوقت المناسب بالنسبة لكي الواحد تماما تماما والجنب الثاني هو يعني التوقعات للمجتمع لما المجتمع بيكون في حاطة هيك مثل خط لحياة كل واحد فينا أنا أنت أول شيء عم بندرسة بعدين جامعة بعدين تتخرج وتاخد شهاتك بعدين في عندك عمل ووظيفة بتتزوج أولاد وهيك يعني هذا هو الخطة الحياية للمجتمع راسمه فلما أنت بتحاول أنك أوكي أنا وصلت لمرحلة معينة هلأ بدي يغير وارجع للبداية بيستغرب المجتمع هذا الشيء وهذا اللي صار معك مع أصدقائك وبس هذه النقطة بالنسبة اللي كم تفكر فيها أكثر من مرة أمانة ثانية يعني أنا عندي أخوي الأصغر واحد حين بيخلص الثانوي فهو شافني داخل في مجال 3D كذا وتحمس يعني فبدأ يتعلم يتعلم فأذكر قال قال للوالد والوالدة أني ما أدخل للجامعة خلاص يعني هذا أنا حرفيا قاعد أكتبس كلامي يعني قال أنا أكرس أكرس سنة كاملة بس لأتعلم الأنميشن أوكي طيب أنوه أمانة يعني هذا الموضوع بالنسبة لمعقد لأنه أتكلم يعني دايما نشوف أنه مثلا الأهل يوقفون قدام طموحات مثلا أولادهم يعني هذا يعني نظرة خارجية أتكلم بس في نفس الوقت يكون موضوع صعب يعني أنا حطيت نفسي يعني الواحد يحط نفسه مكان الأهل يعني كل أهلنا يعني أهلنا كل اللي يابون أن نحن نكون بمكان نحن يشوفون على الأقل المرتاحين ماديا تماما إلى حد ما يعني هذا اللي أحسي يعني أنه يكون الواحد قادر أن يستقل بنفسه أتوقع من هنا يبدأ الخلاف بين عادتين بين الشباب المتحمسين والأهل يعني حل هالموضوع صراحة شيء صعب جدا أنا ما أدر وين الحل أما أنا تري وما في حل واحد يعني الحل اللي بناسب مونير ممكن ما يكون بناسب هشام اللي بناسب هشام ما بناسب فلان فأكيد صحب فأنا فأنا كلامك صحيح وتنفق معظولة يعني أنا تماما ضد أن الأهل يختارون يعني حتى هذه قبل كم يوم بس يعني حتى إلى حد ما شوي الكلمة عورت قلبي شوي صديق لي صديق لي في نفس عمري يعني وخوه الأصغر منه أو اخت عفوا نخت بتتخرج من ثنوي فراح كلم أهله على جم قال لهم شوفوا لا تسوون فيها زي ما سويتون فيني يعني دخلتوني طب غصبا عني لا تدخلونه الطب غصبا عنها إذا دخلتوني طب غصبا عنها بتنتهي حياتي يعني أذكر هالصديق يعني من جد أكلمك مرة من مرات جاني هو هاوي رسم وكان في بال أنه يبيرسم ويبير يكمل في الرسم بس بالذات خلاص أنت مكرس نفسك للطب يعني بيستهلك حياتك صعب صعب أنك تحصل لك أكيد يملك تحصل وقت بس صعب فأذكر يعني من كثر ما هو كان مكتئب مرة من مرات جاني جاني يتكلم معي يعني حتى قام يبكي فهو من من هذا المنطلق كلمهم أنه لا تسوون فيه زي ما سويتون فيني يا إله ففعلا يعني أنا كنت أشوف للرجال هذا يعني مجال أنه كان يقدر يصير رسام رسام كبير يعني ولكن يعني زي ما قلت أنه ضد تماما أن الأهل يختاروا ونتخصص ولدهم يعني هذي مشكلة كبيرة جدا يعني خاصة في الناس هاوين هاوين الفن ويأبون ياخدون كارير يعني أنا مثلا أتكلم حين أنا عمري عمري حين 29 مستقل يعني عندي شغلي وراتبي وكل شيء وشقتي لحالي يعني أهلي مثلا لما قولهم عن موضوع أنا أدخل ثريديو من هالكلام ما أحد يعني ما أحد مهتم لأن لأن أنا مستقل لحالي 100% بس أنا لو كنت معهم في البيت ومثلا وصوصك من أهلاك بالضبط صحيح هنا يكون الخلاف يعني أنه ما تبتكون أو هم في نظرهم ما يبون هالولد يكون عمري يعني وصل عمري 30-35 وأنا لسا قاعد أصرف عليه يعني تعرف دائما أنه لها يشوفون الأسوأ السيناريوهات طبعا طبعا فهذا هو تماما فعلا كان هذا هو الحل إذا بدك يكون إليك مهنة بالفن لا تعتمد على أهلك حاول أنك أنت تكون دخلك خاص فيك بعض الأشخاص عمليا بعد إذا كان موضوع تعلم الفن هو شيء منهم متاح لعلوم خلال الجامعة بيجأوا لهم موضوع الكورسات فما بعرف منير برأيك هل ممكن يكون في شيء اسمه إدمان الكورسات هذه دائما أنا مصطلح طلعت في البوركاست عندي سميت متلازمة الكورسات هل إدمان الكورسات حقيقي نعم إدمان الكورسات حقيقي بشكل قوي جدا وفوق ما تتصور أنا كنت متخيل أن أنا الوحيد عندي إدمان كورسات أن أشتري ولكن بعدين كنت شفت أن لا يعني ناس كثيرة عندها الموضوع أن تعتمد على الكورسات يعني ما أدري هل شفت شفت تعاملت مع مدمنيني من قبل شفت مدمنيني من قبل تدخين مدمنين تدخين لا أتكلم مدمنين مخدرات يعني آه لا أبدا التدخين هو أكتر شيء مدمنين مخدرات عادة يكون في حال يعني في شيء يسمى الأعراض الانسحابية مجرد هو يوقف يوقف أي نوع من نوع المخدرات اللي يأخذ جسمه يتعرض إلى أعراض الانسحابية يصير عنده يصير متنرفز قلق أعراض كثيرة يعني فعموما فأنا صراحة أشبه أشبه أن الواحد يوقف يعني مدمن الكورسات إذا وقف الكورسات أبدا لا هالدرجة تجيل أعراض أبدا أوكي بصير حق وكل شيء بالضبط يعني أنه يشوف يعني يشوف يشوف خلاصة ويشوف الطريق الوحيد وهو الكورس الكورس اللي قدامه في يبدأ يشتري طيب خلنا أقول لك أنا مشكلتي شخصيا وش كانت الكورسات أنا أول أول ما فتحت أول ما قلت أن أتعلم ثريدي فدخلت تعلمت من اليوتيوب ولكن اليوتيوب مشكلة أنه عشوائي يعني ما يحدد لك مسار نعم أنت ممكن تتعلم أشياء كثيرة في اليوتيوب ولكن ما هي مسار مهني تمام فأنا من ذاك الوقت كنت أبحث وتعرفت على موقع يوديمي هذا في نهاية 2018 موقع يوديمي عنده عارف أنه يشام صح؟ أكيد طبعا يوديمي نصابين أوف لي مو نصابين بس أنه هذه طريقة له الماركتينج حقهم أنه يرويك أن الكورس مثلا 200 ريال أو دولار وفاجأة تخفيض 10 دولار حلو بشكل لوعي يبدأ الواحد رخيص 10 دولار ولا شيء بالنسبة صراحة للكونتنت أو الكواليتي حق الموجود في يوديمي جدا 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 ممتاز أنا أتكلم عن موضوع 3D 3D والفيديو لأن هذا الشيء اللي دخلت فيهم الكواليتي جدا ممتاز فويش اللي صار معي أنا كنت أشوف الصور الرئيسية للكورسات فكنت أشوف تصاميم مرة كويسة فويش اللي يجي في بالي أنا أتخيل أن أنا راح أوصل لهالمستوى مجرد أشاهد هالكورس فأبدأ أشاهد الكورس حلو فأوصل يعني فيه الدوبامين تعرف الدوبامين أن يرتفع عندك الدوبامين يجي لك زي الرش أنك تبي تشتري الكورس شفت لما مثلا اشتهي حلاء أو شي وهو موجود عندك مجرد يصير عندك وتاكله خلاص يعني هالشعور الرغبة يروح نفس الشيء بالنسبة اللي كان عندي تم إشباع هذا الشعور بالضبط فأني اللي كان عندي في الكورسات كان مجرد أبي أشتري عشان أحس أن أنا أنجست أوكي طيب فمعك كل ما أشتري كورس أحس نفسي منجز ليش؟ لأن أتخيل نفسي في المستقبل راح أسوي نفس اللي في الكورس حلو هالشعور خلاني أشتري كم كورس تتوقع في يوديمي عضني رقم كده عشرين ثلاثين في يوديمي في يوديمي غير الموقع الثاني تكلم عن مئة وعشرين كورس مزين مئة وعشرين كورس التوتل في المواقع كلها حسبت هذا كل يوم ألماست مائتين وخمسة عشر كورس كم واحد منهم عن جدة حضرته؟ عشرة شكرا في مشكلة معناها أنا ما كنت ما كنت ملاحظ لأنه كنت وقتها والمواملات كنت عزوبي ويجي لي راتب وراتب مرة كويس فعشر دولار هذي ما تمثل حتى يعني حتى فاصلة صفر واحد من الراتب تمام تمام خلاص يعني أشتري بالجملة يعني أفتح يوديمي وشوف كل هال وبدأ أشتري وتعرف يوديمي مثلا تشتري واحد يقول لك يلا حط الثاني في السلة ونعطيك تخفيض بالضبط فبدأ يعني هذا الشغلة بدأت معاي المشكلة موهنة زي ما قلت لك حيني أنا حضرت تقريبا من كل هالكورسات تقريبا عشرة فقط الشي أنني مجرد أشتري وأبدأ أشاهد أول مثلا ساعة ساعتين يجييني شعور اكتئاب مو اكتئاب خلن أسميه أحباط شيء فضيع يعني حتى ما أقدر أكمل الكورس وكنت أدخل في هالدوام يعني أنه يجي لأحباط فأروح أدور الكورس الثاني يجي لأحباط فأدور الكورس الثاني أحباط بسبب أنه ما متنفذ الشيء اللي موجود بالكورس أو أحباط overwhelming ولا شو الجزء كبير منه أنه مجالس يكون الكورس مثلا صعب يعني هو المشكلة في أول تعقيد أول صعوبة تواجهك يبدأ هالشعور كان يجيني يعني أنه مجرد يصير الموضوع معقد أبدأ أحباط والأحباط يعني خلاص لأنه يقول المشكلة في الكورس الكورس سيئ وأروح أشوف الكورس الثاني يعني هذا اللوب اللي دخلت فيها صرت يوم الكورسات بدل ما أنه تلوم نفسك بالضبط يعني في البداية كنت أقول أن الكورس مثلا الانستركتور كان صوته مواضح الانستركتور ما يشرح زين الانستركتور كان حط مثلا ويسمونها time lapse فكنت يعني كنت أحط أعذار بالهبل ولكن بعدين انتبهت لحالي انتبهت لهالموضوع ويعني بفعلا حتى أنا سويت مقطع في اليوتيوب قناتي في اليوتيوب سميتها أن أنا مدمن وكنت أتكلم عن الكورسات ودمان الكورسات من هذا الكرام حتى أنا في الفيديو هذا سويت تقريبا قبل سنة وشهرين أعتقد أو شيء زي كده ناسي بالضبط كنت مقترح على نفسي حل ولكن يعني أنا غيرت رأي في الحل أساسا كنت مقترح على نفسي أن أنا كل ما أخلص كورسين أو كل ما أخلص كورسين بأصوي عمل شخصي بأخلص كورسين بأشتري عمل شخصي شيء زي كده تجبر نفسك أنك تمارس الشيء اللي تعلمته بالكورس عماني بالضبط ولكن أيضا هذا الشيء بالنسبة لي شفته خطأ دخلت اللي هو يسمونه بوت كامب أو معسكر معسكر لفن الشخصيات الإنستركتور اللي كان يدرسنا في الكلاس أنا فتحتي المايكو وسألته كم كورس شفت أنت؟ قال لي منير أنا بس حضرت ورشة عمل وشفت كورس واحد وشفت كورس حق أناتومي ثلاث كورسات بس بس ثلاث كورسات الرجل مستواه يعني مستواه جدا عالي جدا 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 عالي فأنا كنت أقول لي يعني كنت مستنكر أقول لي ثلاث كورسات بس قال لي أنت ما تحتاج أكثر من أنت الشيء الوحيد اللي تحتاجه أنه واحد يعلمك الأساسيات في الأشياء اللي تبدأ تسويه وبعدين أنت تبدأ تبحث عن الأشياء اللي ناقصة إنك فكان يقول لي أنه أنت لما تدخل لما تشتري كورس لمجرد أنك بس تشتريه أنت تخلي الكورس وهو اللي يقودك بالعكس المفروض أنت تشتري الكورس للشيء اللي أنت تبيه يعني مثلا مثلا تبي تعرف كيف تنحت مثلا أو كيف تعرف كيف تسوي جلد حقيقي للبشر حلو فتبدأ تدور على هالشغلة بس أنت ما تدور على الشيء لشكل كويس وروح باشتريه في النهاية هذا الشيء خطأ هذا الشيء اللي أنك تسويه أساسا عشان كده لما شفت الانشتركتر بس حضر ثلاث كورسات ووصل إلى هالمستوى قلت فعلا المشكلة في النهاية فيني أنا يعني مشكلة مو في الكورسات المشكلة فعلا فيها أنا هي هاي اللي بسموها امبوستر سندروم أنه أوكي أنا كنت دخلت هذا المجال بوقت متأخر أنا ما عندي تعليم أكاديمي بهذا المجال بتحس أنه شراك للكورسات كان نوع ما من أنه أوكي خليني أنا تتخطى هذا الموضوع لهو الامبوستر سندروم أنه أنا أوكي أنا جاي أو عم بتعدى هذا المجال أنا أمارتي ما حسيت ما حسيت الامبوستر سندروم هنا حسيته في مكان ثاني صراحة أنا حسيته بشكل قوي قوي جدا بعد يعني أوكي أنا صحيح شريت كمية كورسات يعني أنا أقول لك أنا اللي خلصت من كورسات عشرة ولكن أغلبهم أنا شاهدت منهم جزء كبير يعني أو أنه أشياء متفرقة فعندي عندي نولوج كثيرة بس ما عندي تطبيق تمام فلما بدأت قناتي في اليوتيوب صارت تجيني رسائل كثيرة وناس تبتتكلم معاي تبتتعلم هنا حسيت بالامبوستر سندروم أنه أنا أعمالي أعمالي جدا قليلة والناس أجي تسألني فهمت عليك على أن أنا خبي حسيت بمسؤولية حسيت بمسؤولية فعليا الأسئلة اللي كانت تجيني أنا أقدر أجاوبها وأجاوبها بشكل كويس وأقدر أعطي فيدي باكم من هالكلام بس كانت دائما دايش شعور موجود أن أنا عمالي قليلة جدا وما اشتغلت في المجال والناس كلها دايش تسألني تبتأخذ نصايح من عندي بس يعني هذا فعلا دايش شعور كان موجود ولكن بعدين تغلبت عليه كيف تغلبت عليه بالنسبة لي صرت واقعي مع نفسي أنه الأسئلة اللي تجيني كنت أقول للنفسي الأسئلة اللي تجيني على مستوي أن أنا أقدر أجاوبها الأسئلة وأقدر أعطي أقدر أعطي إجابة وافية للشخص اللي يسأل الجيني أسئلة يعني مو مستوي وأكون صريح أنا أقول لأنني صراحة هذا الشيء ما أعرفه حتى الجيني بعض الناس يقولون كيف ما تعرف هذا الشيء يقول لي يعني طيب ما عرفه يعني ما في شيء عيب أن الواحد ما يعرفه 100% بتعرف شو مونير أنا اشتغلت مع نينصف تقريبا 8-9 سنوات هيك شيء تقريبا وجزء من البرامج اللي كانوا يعملوه ويقدموه هو دورات تدريبية بمجالات مختلفة تماما يعني بالبزنس بالإدارة العمال بالمحاسبة بالفنون إلى آخره كان دائما يقدموا كورسات مهنية فبعد فترة لاحظنا شيء هلأ وانت عم تحكي بلشت أني تذكروا لاحظنا شيء أنه في مشكلة أنه اوكي سجلنا بلشنا مثلا بهاي الفترة الزمنية خلال 3 شهر في عنا 1-2-3-4-10 كورسات مثلا بمجالات مختلفة لقينا أنه الأشخاص يلي عم يحضروا جزء كبير من هاي الكورسات هنه نفسه نفسه بمعنى أنه الشخص نفسه بيحضر هاي الكورس بيسجل مباشرة على الكورس لبعضه بيسجل مباشرة على الكورس لبعضه وإلى آخرين اوكي للفترة الأولى أنه اوكي هات شي جيد معناها نحن عم نحافظ على الأشخاص عم نحافظ على المشتركين عم أكيد مبسوطين وإلا ما كانوا رجعوا سجلوا بس لقدام لقينا أنه هي مشكلة أنه الأشخاص يعني ممكن يكونوا أكيد عم يستفيدوا من الدورة بس هنه بالنهاية عم يسجلوا كرمال الشهادة اللي رح ياخدوها واللي هنه رح يضيفوها على CV مو كرمال الفائدة الشخصية اللي هنه بحاجتها قبل حتى ما بحاجة الشهادة وبحاجة CV ومو لحتى يطبقوا الشي اللي أخدوه خلال الكورس صح فالحل كان أنه اوكي إذا أنت شخص جاي لتسجل ممنوع أنك تسجل أكتر من كورسين ماكس خلال فترة زمنية محددة بس لكن ما رأول شي طاطف فرصة لغيرك والسبب الثاني أنه أنت اوكي صار جزء من الكورس أنه أنت في عندنا فترة اوكي بعد الكورس بأسبوعين شهر بحسب شو هو الكورس رح يكون فيه استكمال وهذا الاستكمال هو أنه اوكي تعال نحكي بشو أنت طبقت على أرض الواقع شو عملت من هذا الكورس وستفدت منه قبل ما حدت أنه اوكي هي الشهادة وانت أخذ شهادة وما بعرف شو وحطها على السيفي صح كلام فيه ناس كثيرة تتهم في يعني أذكر مرة مرة دخلت في معسكر كان يعني منظمة سن الحكومة عندنا هنا حق الجيم آرت حق التصميم الـ 3D فأذكر أول سؤال نسأل من طبعا كان فيه أكثر من 500 أو 200 واحد ناسي كان عدد ضخم يعني أكثر الأسئلة هل فيه شهادة هل فيه شهادة هل فيه شهادة وهل الشهادة معتمدة ولا لا فكان نذكر الـ الانستركتر قالوا لهم فيه شهادة ولكن هالمجال ما حد يحتاج شهادة ما حد بيطالف الشهادة ما حد بيطالف الشهادة أبدا لا حد يفكر في الشهادة 100% ففعلا كلامك فيه ناس بس يفكرون انهم يحطون شهادة في السي بي معهم وخصوصا بمجال الفن للفنانين بظن اليوم اللي بيحكي عنك أكثر بكتير من أي شهادات انت عملها هو البرتفوليا طبعك شو أنت شغال شو أنت عامل صح صح ما حد يعني أتكلم مثلا بما أننا هدفين أدخل في استيديو ألعاب فأسمع كثير عن المقابلات وكيف كذا كيف يشتغلون وش يساون في المقابلات ما أحد حرفيا ما أحد يسأل عن الشهادة ما أحد يسأل عن الشهادة أنا يعني أنا جالس حين قاعد أخذ محاضرات مع واحد اشتغل في في كول في ديوتي وقوست في توسيمة وهو كان واحد من الركروتر واحد من الوظفون يعني يشوف في البورتفوليو فكان يقول ما ما أحد يعني الله وكيلك هذا الشهادة ممسوحة من هالمجال ما أحد يدري عنها ولا أحد مهتم أساسا يعني يعني استيديو مرة ضعيف يعني الجرافيكس مرة ضعيف فيه عنده شهادة ماجستير ماجستير ولكن لما تشوف عماله يعني هذا ولا تعطيه حتى ابتداعية ممكن أبدا منه مقياس مو مقياس أبدا أي فهو أبدا ما هو مقياس أبدا ما هو مقياس طب كنت عم تجاوب على موضوع أنه لقيت أنه خطأ أنك تقول أنه أنا راح أدر كورس وحط لازم أشتغل عمول مشروع فيه شو الصحة عملية كيف الصح أنه الواحد يتعامل مع الكورسات طيب هو هو أمانة الموضوع صحر شوي شوي فلسفي بالنسبة لي طيب لأن أنا كنت أعتقد زي ما قلت لك أنا كنت قلت لها نفسي أنني مثلا بأشوف كورسين بأسوي عمل شخصي بأسوي كورسين ومن هالكلام بس في النهاية هشام أنت خلينا أعطيك مثال عشان أوضح لك الموضوع من المستسوق كم كان عمرك أول مرة سكت السيارة 28 27 عمليا السنة الماضية أوه أوكي فأنت حين كم صار لك سنة سنة بالضبط طيب لما تسوق حاليا هل تحس أنك مركز في الطريق لا أبدا بالعكس حتى أحيانا أنا بنتبه للموضوع أنه أنا سايق بدون ما أو بدون ما أفكر بشو عم بعمل جسديا عرفت عليك أيوة بالضبط هذا الكلام يعني إذا أنت الطريق متعود عليه تماما فجأة أساسا تشوف نفسك مثلا في البيت مثلا تماما بدون ما تلاحب حلو فكنت أقول لنفسي أنه مو من المعقول أن أنا لما تشاهد أنت تحط نفسك في زي passive mode أنك أنك تشوف وتطبق بدون ما تفكر يعني أنه عادة لما لما تجي تصمم شغلة تشوفها تحللها تبدأ تفكر في بالك كيف ممكن تسويها ومن هالكلام فأنا مو من المعقول كنت أقول لنفسي يعني مو من المعقول أن أنا أشاهد كمية كورسات كثيرة لأنه في جزء جزء التحليل لهذا الفقد قد يكون أنه مو موجود لأننا نتكلم خاصة أننا 3D فيه جانب تقني كبير جدا فأنا لما أشوفه في الفيديو أنه حرك مثلا حرك الشغلة الفلانية بطريقة معينة موخي بشكل لاواعي بيشوف هذا هو الحل الوحيد ما ببدأ أحلل ما ببدأ أقول ليش ما ببدأ أطالح في الرفرنس اللي جمعتها أبدا فالحل بالنسبة لي كان أنه أنك بس تمارس أن الأساسيات حين لو تفتح لي مثلا البرامج اللي عندي أعرف كل الشورتكوت اللي فيها أعرف كل شي بس اللي ناقصني كان هو التطبيق لا أكثر ولا أقل فأنا حتى قمت أفكر فيها أن أنا دائما أحب أتخيل الموضوع بهالشكل يعني أنا أقدر أطالع 200 كورس أو 200 فيديو لواحد يسوي البوش اللي هو تمريان الضغط بس لما أجي أنا سوي يعني احتمال أن أنا ما أقدر أسوي حتى عدو واحدة بس أماما يعني أنا مشاهد 100 كورس أنا عندي عندي زي ما تقول عندي نولوج عن موضوع البوش يعني فضيع بس ما في ممارسة عمليا ما أقدر أسوي عمليا ما أقدر أسوي نفس الشي بالضبط في الكورسات اللي كانت لك أنت شوفها أنا عندي نولوج نظري بشكل فضيع تسألني عن أي شي في 3D حتى أقدر أجاوبك بس أقدر أسوي كثير لشغلات ما أقدر أسوي كثير أشغلات العرفة النظريين ما أقدر أسوي عمليا فالحل الحل في النهاية التطبيق 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 في الحل هذا هو الـ عم حاول أتذكر اسمها هي أربع مراحل التعلم الأربعة على أي شي بالحياة أنه نحن عمليا في أربع مراحل لازم نمر فيهم لما نحن بدنا نتعلم أي شي المرحلة الأولى هي أنه لما يكون أنت لسه ما بتعرف شو ما بتعرف يعني ما بتعرف أي شي عن الموضوع ما بتعرف حتى شو اللي لازم تعرفه هاي المرحلة الأولى صحيح المرحلة التانية هي أنك لما أنت بتعرف العناوين العريضة بتعرف أنه أنا بالثري دي في عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة هاي هي كل اللي بين درش تحتهم كل هاد المجاد صحيح المرحلة اللي بعدها هو لما أنت بتتمكن من هاي الأمور بس بالوعي كيف يعني بالوعي بمعنى لازم يكون في دفتر قدامك ملاحظات قدامك أنت مسجرون كرمال تتذكر أنه شو كان هاد الشورتكات شو كان كيف كان تنعمل هاي القصة إلى آخره بحاجة أنك أنت يكون في شي عم بيساعدك لحتى تتذكى لكن المعلومات هي عندك والمرحلة الرابعة والأخيرة هو لما يصير كل هاد باللاوعي مثل ما كنا عم نقول عن موضوع قيادة السيارة أنه أنت خلاص بتعرف كيف تسوق حتى بدون باللاوعي تبعك عم تسوق صحيح بالضبط فكتير كتير بحب هاد المنهج عمليا بالتعلم وبظن نوعا ما بالنسبة لي كيف أنا بتعلم أي شي أنا بحس أنه أنا كمان عندي مشكلة لكن ما بعرف يعني ليش أنا مع بعيني منها عملية لأنه أنا بشكل شخصي ما بعتبره أنه مشكلة بالعكس بستمتع فيها نوعا ما ولو أنه إذا شخص مثلا بتحتاج أنه يتعلم الشغل أسبوع أنا ممكن تحتاج معي شهر بس بحس أنه بتضل معي طول الحياة والسبب أنه لما بتعلم أي شي باخد الموضوع على على أوكي يعني ما بحضر كورسات ما بقرأ أي شي عن الموضوع إلا لما أحتاج أني أعرف عن هذا الموضوع بالتحديد شو هو وبحث عن الموضوع بالتحديد وهذا بيعمل لي مشاكل بحيس أنه لو أنا أخدت كورس ممكن وتعلمت هذا الموضوع كنت راح وفر على حالي 70% إذا مو أكتر حتى من الأخطاء يلي أنا احتجت إني ارتكبه لحتى أتعلم بالضبط بالضبط كلامك صحي فأنا بتعلم حتى هذا الصح طلعا مو هو الصح هلأ عرفت شو هو الصح تعطب هذا الموضوع بيأخذ مني وقت طويل بس نوعا ما أنا بستمتع فيه وبحس أنه ما تعلمت شي وبالعكس بتدايق كتير لما حدا يجي يقول لي آه على فكرة هذا الصح طب لش قلتلي انت حرعتلي يا صحيح صحيح 100% فأكيد بتفهم رهف معنا خلف الكواليس عندما تسمعنا رايف عم تقول أنا بشوف أنه الكورسات هي بس لنعرف إذا بدنا نحن ندخل بهذا المجال أو لا لهيك عطول بيصير فيه ورشات مجانية أوكي حلو عمليا أنت عم تستخدمي الكورسات لا مو لا تتعلمي وأنا مرة تختبري لا تشوفي إذا أنت راح تكوني مهتمة بالمجال أو لا أنا كنت أفكر بهالكلام يعني في الفسرة الماضية هو فعلا الكورسات ممكن تعطي الواحد فكرا أنه يبدخل هالمجال ولا لا أتعلم نحط الرقمي حق أقدر أنحط شخصيات للألعاب الموضوع جدا 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 صعب نعم لحظة من اللحظات شكيت أنا يعني أنا ماخر كورسات حق شخصيات وأنا عارف أن أنا بدخل هالمجال بس للحظة شكيت أنه ما جالس أستمتع حاليا على الله حيان ما فيه استمتع في الموضوع كنت أفكر كذا يعني في بالي والمفروض أن المجال لن بدخله لازم أستمتع فيه صحي كان هذا كل اللي في بالي يعني فقدت ممكن أن رحلت متال خطاء أو شيء زي كده مشكلة هذا المشكلة مو مشكلة ولكن هاي طبيعة الحياة يعني أنه ما فيه شي بيكون مية في المية جميل يعني ما فيه أي شواب يعني فهذا صحي بظن هاي كمان المشكلة بهاي الفكرة رهف أنه الكورسات كحادة مثل ما كنت أقول أنه اشتغلت بموضوع معمولة بشكل أنه مختار الشي اللي أنت رح تاخديه بالكورس مختار بعناي عرفت عليك كيف يعني أنا ما رح حط بالكورس إذا كنت عموام الكورس عن شي ما رح حط بالكورس الشي اللي رح يكرهك بالموضوع ما رح حط بالكورس الشي اللي يعني بمعنى إذا بدك تعملي كورس عن 3D ما رح يقولولك أنه بال3D أنت رح تكره حياتك رح يأخذ منك وقت رح يصح ولا خطأ رح يفرجوك بس الشي الحلو بالموضوع أو شي محدد صحي في شي تاني كنت حابب أحكي معك فيه منير اللي هو موضوع البودكاستينج أنت عندك بودكاست حكي لنا عنا شوي البودكاست معلي البودكاست معلي هو شي اسمه جدا معقل اسمه بودكاست منير جدا معقل شرح لي شو معنا البودكاست تمام ليش كده لأنه ناس كثيرة كانت تقترع علي سامي بس أنا حرفيا ما كنت ما كنت بفكر بزيارة في سميتي بودكاست منير عموما هو بودكاست مهتم في الفن الرقمي والثري دي والجيم آرت وأيضا مهتم بالجوانب أو بصناعة المحتوى اللي لها علاقة في الألعاب يعني حديثا قبل شهر بدأت أتوسع وأتكلم مع ناس لهم علاقة في الكونتينت كريشن زي فيه أعتقد أنه أشهر روفيور موجود في اليوتيوب عربي اسمع عمدالله روفيوز نعم أكيد فيه أكثر فيه روفيور ثاني فيه ناس جايين عموما هو البودكاست أتكلم من ناس عندهم خبرة في مجال سواء كان الفن الرقمي أو الجيم آرت أو صناعات المحتوى حق الألعاب والهدف منه أنه أقدر أخذ زبدة الخبرة ما لهم وأنه أي شخص أي مستمع حاب أنه يوصل إلى مستوى الضيف اللي أنا جاي بنا أنه على الأقل يقدر يستفيد من الحلقة اللي أتكلم معه جميل يعني هذا بشكل عام هدفي وإيش البودكاست اللي أسوي جدا جميل شو أكتر شي أو أكتر فكرة مخلوطة عند الناس عن البودكاست بشكل عام عملية والله ما أدري صراحة بس خلنا أقول لك أنه على الأقل لو أنا كان في بالي يعني أنا أول ما دخلت يعني أول ما دخلت البودكاست قدوتي في البودكاست كان جو روغن أوكي طيب نعم فكنت أعتقد أن كل البودكاستات لازم تكون مدتها على نمط أي يعني كان نعم ثلاث ساعات بالضبط لازم يكون ساعة ساعة ونص ساعتين ساعتين ونص نعم أربع ساعات هذا كان اللي في بالي أن كل البودكاستات زي كنا سمو اتفاجأت بعدين لما دخلت فيه شركة سمه محتويز اضم البودكاستر وتجيب لهم دعايتهم زي كرام دخلت معهم وتفاجأت بعدين لما قمت أشوف اللي هو البودكاست حق الزملاء أنه فيه بودكاست مدة خمس دقايق أربع دقايق سبع دقايق مية بالمية مية بالمية نفس التجربة تبعي مية بالمية صد انصدمت مهي صد سبع دقايق كتقول هذا مو بودكاست هذا هذا voice message حرفيا أنا حسيت حالي رح حصير متنمر على أنه أنه هدي شوية أنت هاي خواطر اسمها هاي مو بودكاست شو عم تعمل بودكاست خمس دقايق هاي خواطر مو بودكاست صح بس حسيت حالي أنه أوكي رح يكون متنمر شوية فأنه هدي شوية تمام تمام بالضبط بالضبط يعني هذا أعتقد بالنسبة لي على الأقل كان المسكينسبشن حيق البودكاست بشكل عام غيره كمان نفس الشي كنت اسمع على جو روغان وكتير من هاي البودكاستات اللي مدتها ثلاث ساعات ساعتين فلما أجيت وعم بي بودلانز ولقيت أنه معظم الأشخاص عم يعون البودكاست خمس دقايق وعشر دقايق وهي النص منى أنه حوار أنه في شي مغريب وبصراحة لما توسعت أكتر وبلشت أبحث أكتر بالبودكاست العربي كحدا كان ما يسمع بودكاستات إلا يعني البودكاست الأجنبي لقيت أنه يعني البودكاستات العربية معظمة مختلفة تماما عن البودكاستات الأجنبية بأنه هي نص حدا ماسك نصه وعم يقرأ وهذا مو خطأ عمليا لكن هو شي مختلف عن اللي أنا كان تصور لعندي صحي ولقيت أنه حتى أكتر من حدا أنه لما بدي تواصل معهم خصوصا الضيوف بالبداية مثلا رحيبعت لكم حلقة لحتى تسمعوا ولا حتى تعرف على أسلوبنا أنه أوكي الحلقة ساعة يستغربوا أحيانا أنه الأشخاص من هو يسمع ساعة يقول لك بالضبط يحكي لي أنه معقول فيه أشخاص بتسمع ساعة حتى فيه واحد من الضيوف كتير كتير ظريف معا بوجه لك تحية حكينا عم نحكي من كم يوم أنا ويا لما عملنا التسجيل قال لي هشام بده يقترح عليك اقتراح وانت حر بالنهاية بس شو رأيك نقسم البودكاست نحن سجلنا تقريبا شي ساعة ونصف مع بعض شو رأيك نقسم البودكاست لربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة فأنا قلت له لا بصراحة أنك حدا بيسمع بودكاست تحت كتير ما بفضل هذا الشي أنا بحب أنه خلاص اسمع وضل عم بيسمع الحديث للنهاية وإلى آخره بس أنا رح عم رح عمول شي أنه رح قسم البودكاست رح نزله هيك رح نزله مقسمة ببلايليست ورح نزله كمان مثل ما هي كاملة فبعد كم يوم لما رجع حكا يقول لي كان معك حق فعلا لما هيك الكاملة وفي السلاسة مع بعض مقدر إلى أن تكون بهذه الطريقة فأثير هاي الحال فعلا هو على الأقل الناس مثلا اللي حولي اللي ما تسمع بودكاست لما يشوفون مقطع مثلا ساعتين الوالد مثلا يقول لي الوالد يقول لي أنه من هو اللي بيسمع مقطع ساعتين حسين قصرة واحد من الشباب كان يقول لي ليش ما تنزل مقطع مقسم في اليوتيوب أقولون يا جماعة البودكاست حق ناس تشتغل حق ناس بتسوق مشوار طويل فما أحد يعني أنا تخيل نفسي ما أحد فاضن هو في نصف الشغل يجيو ويدور المقطع الثاني لا هو كده هو كده البودكاست محادثة بالضبط بالضبط أو حتى المسكنسيبشن طبعا أنه أوكي هو راديو أو أنه أو أنتو لازم تكون أنت معلق صوتي لحتى تعمل بودكاست فأكيد مو صح هذا الشيء أبدا صحي مي فيني أوكي عظيم أنا كتير كتير استمتعت بالحديث معك منير وبصراحة هيك تعرفت على صديق جديد وإن شاء الله رح يكون في إلنا لقاءة تانية لعدام على رأسي أنا الصراحة جدا سعيد أبداً ما حسيت بالوقت حرفياً فكرت بس عشرة أنا يعني لسه في عندي كتير أمور حابة بنحكي فيها بس مثل ما قالنا إن شاء الله هيك رح يكون في لقاءة تانية لعدام إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وللأشخاص اللي عم سمعونه هلأ إذا استمتعتوا الحديث ولقيتوا منه فائدة فيكن تعزمونا على فنجان أهوى على كافي أو تدعمونا على بيتريون ومقابل هذا الدعم رح تحصلوا عن ميزات بالنسبة أن الميزات هي أنه تكونوا معنا خلف الكواليس وقت تسجيل البودكاست وتسمعونا لايف بالإضافة لأنه الدعمين بيحصلوا كل شهر على حلقات حصرية إلون بس ورح تلاقوا روابط حسابنا على كافي أو بيتريون بصندوق الوصف قبل ما نوضعك منير في شي حابب تخبر مجتمع كريتيكال توك عنه؟ هو لأي شخص حابب أنه يدخل في مجال الانيميشن مجال الألعاب الديجيتال آرت بشكل عام أنا حتى في مجال تقييم الألعاب في حلقات عندي في البوركاست تتكلع من الأمور أنا كان هدفي وأتمنى أن المستمعين يستفيدون من هذه الشغلة لأنني حطيت نفسي في مكان أشخاص ضايعين يحاولون يوصلون لأهدافهم يحاولون يوصلون لأحلامهم وكثير من الأشخاص لغتهم الإنجليزية ما هي كويسة يعني المحتوى الإنجليزية جدا يعني ثري ولكن المحتوى العربي من هالناحية ما هو ثري نعم فلي قدر أقول لأن أي شخص حاب يدخل زي ما قلت مجال الإنميشن الإلعاب الجيمز بيحصل حلقات لناس خبره في هالمجال وأي واحد طبعا لنا عند تقريبا 51 حلقة فأي واحد في باله شيء معين يجي يكلمني على تويتر وحتى على الفيسبوك أو الإستجرام أنا موجود يكلمني يسألني بالضبط وأنا بادلي على الحلقة المناسبة ولت ناس بالضبط أنا ولو أنه ذكرت بوضوع المحتوى بالعربي أنا أكتر أنا أسمعت أكتر من حلقة أكتر حلقة استمتعت فيها هي حلقتك مع عسامة ما بعرف إذا أنت مترجمة لا والله ما ترجمت أوكي هي موجودة بالإنجليزي بس كل الحلقات التانية بالعربي يمكن شفت بس حلقة تانية بالإنجليزي ما هيك؟ يمكن حلقتين اللي كانوا باللغة الإنجليزية عندي أربع حلقات بالإنجليزي أربعة أوكي هو اليوتيوب فيه له الـ automatic translation بالعربي بعض الناس قالوا لينه كويسي بعض الناس قالوا لينه كويسي كويس ممكن يكون هاد خيار جيد بس أسامة جدا أنا كتير كتير بحبه له أسامة حكيت معه أكتر من مرة وكان أنا بسمعه البودكاست تبعه هو ورامي وفوزي أسامة جدا رائع إنسان جدا جدا رائع كتير 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 بحبه أسامة واحد من أمور يلي انتبهت بالمجتمع الغربي سواء المطورين لألعاب أو حتى الفنانين الدعم يلي بيقدموه مو طبيعي يعني عندهم حب ودعم للمجتمع العربي والأشخاص اللي موجودين بالعالم العربي ويساعدوهم ما بيبخلوا عليهم بمعلومة أبدا يعني ما ما توصلت مرة مع حدا منهم وكان إنه لأ أنا ما بدي ساعد أو ما قدم لي معلومة وحتى إنه يعني بتحسوا إنه جو بيوند يعني بيساعد أكتر حتى من ما مطلوب إنه بالضبط إيه اسمعوا الحلقة فوزي ورامي وسامة ثلاثي عجيب صراحة جدا رائع هالناس تماما تماما أنا عملت حلقة مع ليلى كمان ليلى كتير كتير مميزة وعملنا حلقة عن ريبريزنتيشن بالعالم العربي ريبريزنتيشن للغة العربية وكثير كانت مميزة صدفة هشام وإن الحلقة الجاية اللي بنزلها مع ليلى بلا هكايس عظيم كتير سجلتوا ولا لسه لا سجلت صار لي ثلاثة سابقة بس صارت مشكلة تقنية يعني بنزل المفروض خلال هالكاميوم أو خلال السبوعين كمان ليلى كتير بترحب ما في منها جدا كنت عم بقلة بالبودكاست لما سجلنا إياها إنه كنت عم بسمع للساوند تراك تبع أولد وورد عن جد أدمنت على هذا الساوند تراك فإذا ما سمعته الأود بورد هي اللعبة تبعها فإذا ما سمعت الساوند تراك اسمعه كتير 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 حلو أنا سمعت على الطائر صراح ما ركز في يبيل يرجع أسمعه طيب كتير عظيم كان طبعا روابط للبودكاست تبعك للحلقة اللي ذكرناها ولحسبك على تويتر رح يكون بصندوق الوصف تحت للأشخاص اللي حابين يطلعوا علي الحلقة الماضية كانت مع أحمد رأفت اللي هو كوميك آرتست وحكينا عن موضوع stay relevant as an artist اللي هو الضغط اللي بيعاونوا منه الفنانين لحتى يظلوا محافظين على وجودهم وتأثيرهم على السوشال ميديا خصوصا بهذا الوقت اللي الساحة الفنية كتير مكتظم عملية ومثل ما قلت في البداية هاي الحلقة من كريتيكال توك تمت بتعاون مع بودلاينز وطبعا فيكن تكونوا جزء من مجتمع كريتيكال توك بالانضمام لمجموعة النقاش تبعنا على التليجرام وروح يطلقوا روابط بصندوق الوصف تحت بانتظارنا نتعرف عليكم ونشاركوا النقاش باي مع السلام